السلام عليكم ورحمة الله وبركاته هذا المقطع خاص بعشاق الطيوتا والهايليكس بشكل خاص اللي قدامنا هي طيوتا هايليكس 2020 طبعا جديدة السيارة عليها هذا التعديل الخاص رح نتحدث عليه قطعة قطعة بإذن الله السيارة متوفرة من عند سويد أوتو تحديدا بحي ثمانية ماي خلف مساحة ابن حيان بولاية الواد السيارة متوفرة هي وبعض الفئات الأخرى من الهايليكس أو حتى الفورتينر 2020 طبعا بلمسة الليكزيس رح نصورها على حداء أو على انفراد اللي هي الفورتينر أو الفورشينر كما يسموها عموما هذه الهايليكس بالجيل الثامن واللي بان فيها أول سنة كانت 2016 الجيل اللي كان قبله السابع واللي بدأ تقريبا من 2006 حتى 2015 كان يعاني أصحاب تلك السيارات نتحدث عن الهايليكس من البرشوك لابون أو الصادم والبامبر الأمامي لأنه كان يضرب معهم خاصة في المشي على الطرقات الوعرة في 2016 لما تم إصدار الجيل معذر الجديد الكل من الهايليكس صلحوا هذا المشكلة لو أنكم تلاحظوا هذه الهايليكس الجديد صار الصدام أو البرشوك لابون صار أعلى فهذا يخلي عندها أفضلية في المشي على الطرق الوعرة اللي قدامنا فوق أنها صارت أفضل صارت أفضل بكثير واللي تشوفوا فيه هذا هو الصادم الأمامي البرشوك كما نسميه فصار عليه تغيير كلي فشايفين جاي كحماية للإضاءة كذلك بالنسبة لأنه يكون مرتفع على سطح الأرض على مستواه الإضاءات ونجول أهم نقطة واللي يحتاجوها خاصة في المناطق الوعرة نتحدث الأوحال الطينية وغيرها فيسموه تحديدا بالإنجليزي بول وينش أو بولوفريود وينش فهذا عليه بعض الخصائص يختلف من الشركة الأخرى فيوجد حتى بعض الوينشات التي تتحمل فوق الخمسة لاف أو ستة ألاف كيلو جرام يعني فوق الخمسين قنطار عادي جدا على أنه يقطر نتحدث مقطورة فهذا هو البرشوك لابو تاع السيارة فصراحة أنا أعجبني أما فيما يخص أنظمة التعليق حتى شاملها التحديث فيما يخص الأمورتيسير أو مصات الصدمات رح تكون من تي أر دي يبالي أنا حتى تريونجل هذا صار عليه تغيير بالنسبة للهايليكس جي بكت تي أر دي ويوجد أيضا التي أر دي اللي هي جي وكالة كما نقوله جي من عند الشركة بالنسبة للتي أر دي اللي جي من عند الشركة رح يكون عليها محرك الفي سيكس فور ليتر يعني يجي فيها محرك ستة سلندر بساعة أربع لتراتي يكون بقوة 235 حصان وفي هالحدود أما فيما يخص الجنط السيارة كذلك من تي أر دي يجي رمادي ومكحل من الداخل فشايفين شكلها كيف بالنسبة للإطار رح يكون من جي ولندر الشركة هذه المصدرة فاختصاصها طبعا الإطارات هذه الطرق للوعرة بالنسبة للمقاس رح يكون هنا بالتحديد 265 علاء بالنسبة لقطر الجنط رح يكون 17 إنش فهذا بالنسبة للأشخاص اللي تهمهم الأرقام كثير من الناس اللي قالوا اللي عليها تسمي فيها هاي ليكس أو هاي لوكس بالنسبة لإسم السيارة هو مقاسم الشطرين عندك هنا الهاي واللي هو يعني المرتفع أو ما شابه والليكس أو اللوكس فيعني على أنه فاخر أو فاخم يعني إذا صح التعبير بالنسبة للسايد ستيبس أو الدعمات الجانبية أليمنيون باللون الأسود هو رفارف تي أر دي كذلك في السيارة حتى في المصات الصدمات الخلفية والأمرتسير الخلفي صار تي أر دي فشايفين باللون الأصفر فزاوية تصوير صعيبة شوي أما بالنسبة لخلفية السيارة عندكم هذا الكفر الصغير على مستوى الإضاءة وبالنسبة للبرشوك ريار تاحة حتى هو صار عليه تغيير الإضاءة شغالة فبعد شوي إن شاء الله رح نفتحها يوجد عندك هنا البولة والهوك الخلفي الخاص بالسحب بالنسبة للبرشوك كذلك جاي على مستوى الشاصي فالبعض يمكن يظن أنه بلاستيك أو ما شابه فلا شايفين راكب في الآخر السيارة فتقريبا هذه أهم الإضافات اللي صايرة على السيارة فبالنسبة لأشاق الطرق الوعرة هذه صراحة نشوفها خيار جدا جدا ممتاز هذا هو مفتاح تشغيل أو ريموت تشغيل السيارة عندكم الفتح والغلق طبعا السيارة بمواصفات عادية ما نقولش على أنه فيها أفخم أو أفخر المواصفات مقابض نيكل فبسم الله هذه داخلية السيارة أما فيما يخص أهم الإضافات على هذه النسخة وجود حساس ضغط الإطارات وأيضا وجود التركشن كنترول والديفلوك وحتى هنا لو تلاحظ وجد الإيكو مود والباور مود وبالنسبة لنقل الحركة يدوي من 6 سرعات سيارة جي بي شاشة عادية فقط لمعلومات خفيفة بلوتوث أو ما شابه فهذه خيار بإمكان أنه يغيرها فيعني مسألة أذواق فقط فهذه السيارة بالنسبة لمحرك السيارة أربعة سيلندر ديزل بساعة 2.4 لتر ويكون تقريبا بقوة 150 حصان بالنسبة لباقي المحركات معروفة جدا على مستوى الهايليكس الـ 2.4 لـ 2.5 لـ 2.7 لـ 2.8 والمحرك الأقوى اللي يجي على الهايليكس هو نفسه اللي يجي على الافجي كروزر يكون ذكرته قبل شوي فيسيس كاتليتر بقوة 235 حصان بالنسبة لعزم الدوران يكون حوالي 278 نيوتن متر هذاك يجي كت تيار دي ومعاه محرك اللي كنت نتحدث عليه قبل شوي هذه السيارة من قاعة عرض سويد أوتو بولاية الواد كبقية السيارات من الهايليكس 2020 توتوب سيو أو العادي دابل كابين فزيرو كونتور ما شاء الله بالنسبة للسعر يا جماعة الخير فقط قلهم من طرف سياراتكم فرح يعطوكم إن شاء الله سوما مليحها وما يكون غير خطركم فهذا كان هندي اليوم حول تويتا هايليكس ذكرت على أنها بتعديل خاص لعشاق البلاري نتمنى أن أعجبكم المقطع أي استفسار عندكم رح نخليكم رقم صاحب هذا المحل واتصلوا بإذن الله رح يكون في الخدمة فهذا اللي كان جماعة الخير ما تنسوش تتابعوني على الانستجرام هذا هو أتشرف بإضافتكم ونخدم كالعادة هذا المقطع بالصلاة والسلام على رسول الله في أمان الله السلام